بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم والرد على أسئلة المتابعين عن مختلف الشركات أولا نبدأ بشركة FTMO كان البعض تحدث عن قاعدة الواحد بالمئة وهل قاعدة الواحد بالمئة هل هي في الطاقيمات ولا في الممول لا هي في الممول وليست في الطاقيمات التاقيم مشتغل كما يحلو لك ما فيش أي مشكلة لكنها في الممول البعض الآخر سأل هل هي على صفقة واحدة أم مجموع الصفقات مثلا على زوج محدد لا هي على الصفقة الواحدة التي تزيد نسبة المخاطرة فيها عن واحد بالمئة هذه القاعدة يا سيدة أكرم اشتكى منها بعض المتجرين عند السحب من FTMO تمام فانتوا تقدروا تتابعوا التعليقات الخاصة بFTMO والمشتركين معها في الدسكورد هتلاقي الكلام ده تمام قاعدة الواحد بالمئة على الصفقة الواحدة وليس مجموع الصفقات مجموع الصفقات وبيبقى عاملك 5 بالمئة تراجع يومي و10 بالمئة تراجع كلي تمام كده وفي الحساب الفند الممول وليست التقييمات قاعدة طبعا اعتقد اللي هي بسيطة وسهلة نأتي الى الشركة الاخرى وهي فاندينج بيبس الكمبيوتر رايح دلوقتي فاندينج بيبس كانوا بيكلموا في مسألة هل تراجع فيها تراجع متحرك ولا تراجع ثابت الكل تراجع ثابت ولا متحرك طبعا الداشبورد الخاصة بفندينج بيبس مفروض يحسنوا منها اكتر من كده يعني شركة فاندينج بيبس يريد تحسنوا من مسألة الداشبورد لانه هو التراجع عندهم ثابت لكن انت لما تشوفه ممكن تظن انه متحرك تمام لا هو تراجع ثابت لما بتحصل على حساب بمئة الف هو التراجع معاك حتى التسعين الف ما فيش اي مشكلة في هذه الشركة تمام وانا شغال معاهم وشركة زي الفل ذاتة مصدقية عالية والناس بتسحب وما فيش اي مشكلة تمام وايضا قاعدة الثلاثة بالمئة على الصفقة الوحدة تمام عندهم قاعدة الثلاثة بالمئة هي على الصفقة الواحدة تمام وهي ايضا في الحساب الفندد وليس الحساب التقييم يعني الثلاثة بالمئة ديت موجودة في الفندد وليست التقييم تمام في الفندد ما تعملش صفقة باكثر من ثلاثة بالمئة خسارة طبعا ثلاثة بالمئة خسارة ده ده كتير جد تمام طبعا بعض الاخوة كان قل على حكاية المرجن انه بيعمل عقود كبيرة جدا مما يؤدي انه ممكن يخسر الحساب بسبب المرجن انه اخد كل المرجن لا احنا ما بنعملش لا فيش حد بيشتغل بالشغل ده خالص ما فيش حد بيشتغل الشغل ده يعني الشغل ده حزار انك تشتغله في شركة من خلالها او من خلالها وخلينا نعملها على حساب الميت الف انا مثلا اخدت حساب الميت الف واحسب على باعتبارها ان هي عوزة 15 بينما مثلا عايزة 13 بالمئة عايزة مثلا 13 بالمئة في حساب المرحل 2 اللي هو 8 أو 5 بالمئة فهنقول 15 بالمئة تمام فهنحساب على 15 بالمئة ادي 100 الف تمام انا هحسب على 15 بالمئة اتنين تلاتة 100 الف تمام فانت هيكون مطلوب منك 15 الف اللي انت ترجط اهو 10 تلاف هنقول هنا تمام وثم 5000 مرحلة اولى ومرحلة تانية ده المطلوب منك تمام 10 بالمئة ثم خمسة بالمئة يعني 15 الف وبعد كده علشان تشعر نفسك ان انت هتعمل فلوس فانت بتقول الخطة دي مثلا خطة سنوية فانا مثلا انا عايز اعمل 50 الف دلار تمام 50 الف دلار فال 50 الف دلار دي اللي هعملها انا هحصل من خلالها على 40 الف لان 80 بالمئة تمام يبقى هحصل على 40 الف ربح تمام دي ارباح اي اللي هعملها ارباح اه عملا خسار بس هي ارباح تمام اربعين الف انت هتربح لازم تعمل خطة فيها ارباح يعني ما نفعش تقول اي هعدد التقييم الاول وهعدد التقييم التاني لأ لازم تحط معاها تتبج معاها وتقول والله انا اعمل الكلام ده الاربعين الف دولت هحصل عليهم مقابل انا هدفع 500 دولار 400 600 دولار في حساب المائة الف ايا كان تمام فانا وضعت 50 دولار 500 دولار او 600 دولار وحصلت على الاربعين الاربعين الف اضافة الى الرفاند طبعا الرفاند فيه فاندنج بيبس بقى في الليفل الرابع يعني انت لما تسحب 3 مرات الرابع مرة يعطوك الرفاند لكن كل الشركات الاخرى تعطيك الرفاند فيه اول سحب ما فيش اي مشكلة تمام فانت هتحصل على الاربعين الف اضافة الى الفلوس اللي انت دفعتها فالامر طيب اه الامر طيب اوصل ازاي اعمل ازاي تمام انا انا مش عاوز اخسر في اليوم واحد بالمئة يعني انا مش عاوز اخسر من المئة الف دي اه الف دلار او اتنين بالمئة ايا كان انت عايز تخاطر بواحد بالمئة ولا اتنين بالمئة في اليوم الواحد تمام طيب تيجي بقى تقول والله انا دلوقتي مطلوب مني كام دي اه تعمل كده طيب ممكن تعمل سم وتجمع بس اي مطلوب منك 65000 تاخد 65000 وتضعهم هنا تمام وتشوف بقى حجم العقد الخاص بيك والله انا لو دخلت بعقد ستندر اللي هو 10 دولار مثلا على اليورو دولار فأنا محتاج كده اه على 10 محتاج كم نقطة تحسب ها بالنقاط انا محتاج 6500 لو انا هدخل بعقد ستندر في حساب الميت الف يبقى انا كده بادخل بعقد ستندر في حساب الميت الف تمام فأنا كده بالطريقة دية محتاج 6500 العقد الستندر ده لواحد بيشتغل بريك اوت تمام نقاط كده انفجارات في منطقة معينة اي تحليل اللي هو بيتبعه فيقول لك انا محتاج 6500 ده انا بدخل الصفقة يعني عاوز 30 نقطة 50 نقطة تمام طيب فتبدأ بقى تعرف نفسك كمتاجر انت تقدر تحقق 6500 نقطة دولة فقد ايه انا بيقول لك الخطة ديت 12 شهر تمام دي خطة سنة سنة كاملة يقول يا أستاذ علي سنة كاملة ده ده كتير يا سيدي ده انا بقول لك انت هتدفع 500 دولار وتحصل على 40 1000 دولار اعمل بص انت عايز ايه عايز 541 نقطة في الشهر تمام بس انت ما تحسبهاش كده انت ما تحسبهاش كده انت تحسبه ايه ال541 دولة تضربهم في 3 تمام وتقول انا كل 3 انا كل 3 شهور كده ايه كل 3 اشهر انا عايز 1625 نقطة فاهم الموضوع ده انا عايز 1625 نقطة ايه كل 3 اشهر هل الموضوع ده صعب بالنسبة لي تمام طبعا لو انا عملت اللوت سايز ده بخمسة دولار احتاج كام 3 250 تمام طيب هنا انا هدخل بمخاطرة ايه لانا داخل عقد ستندر بس المخاطرة الخاصة بي مثلا 100 نقطة فانا كده هقصر 1000 دولار تمام اه ده في البعض الاخر يقول لأ انا عايز اعملها 150 نقطة فهقصر 1500 دولار فلا خليك كده تمام طيب الافضل من ده كله لأ انا اقلل العقد يعني اقلل العقد يعني اخلي ده كده 4 دولار تمام اه ده 65000 اه اه انت كده هتبقى محتاج 16 250 نقطة تمام 16 250 نقطة على الاثناشر يبقى انت محتاج كل شهر 1354 تخيل ان هذه الخطة منطقية اكثر من الخطة السابقة ان انت تعرف تعمل 16 150 نقطة في 12 شهر اللي هو بمعدل 1354 نقطة في الشهر تمام يعني اقول 1050 نقطة 1050 نقطة يعني انت بتتكلم في 4062 يا سيدي 4050 نقطة كل ثلاثة شهور الموضوع هيكون سهل بالنسبة لك اه الموضوع هيكون سهل بالنسبة لك ولو قلت اللوت عن ذلك برضو مفيش اي مشكلة هتبقى عاوز تعمل عدد نقاط كبير لكن 4 دولار وانت داخل انت كده لو اعكس عليك السعر 100 نقطة انت خسرت 400 دولار تمام هنا سيكولوجية المتاجرة عندك بخير غير لما تدخل بواحد ستندر فتخسر 1000 او تدخل 2 ستندر فتخسر 2000 انت خسرت 2000 انت تراجع عندك مثلا لغا 90 000 بقى الشركات بيعملها 90 1000 ولو تراجع متحرك او 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 لكن هنا 400 دولار سواء بقى متحرك او غير متحرك انت زي الفل وفي البعض يعني يعملها مثلا 2 دولار تمام بس ده بيكون عارف ازاي بيشتغل لانه بيعمل صفقات كتيرة جدا لانه هو محتاج يعمل 32 500 نقطة يعني معدل 278 كل شهر تمام ده سهل اه سهل جدا سهل جدا الخطة دي سهل جدا يا جماعة ليه انت هنا هتقدر تعمل الهجي غير مباشر يعني ايه الكلام ده يعني دخلت ب2 دولار على اليورو دولار تمام فاليورو دولار انت كنت باقعا في اليورو دولار تمام فجلت بيع في اليورو دولار لقيت ايه لقيت اليورو دولار بيصعد والدولار ين بيهبط هتدخل ب2 دولار على الدولار هتدخل على الدولار فرانك باثنين دولار فتلاقي نفسك بتكسب بطريقة الهجي غير المباشر لو انت فاهم هجي تمام فاثنين دولار ديت تعديك وتخليك توصل للاربين بس انت الاربين الف كسحب بس انت محتاج ايه محتاج سنة لكن اغلبنا كمنظومة عربية للاسف شديد انت يعني اقول لك اه حاجتك للمال هي اللي بتضغط عليك هيجي علي يوسف يقول لك احنا عاملين منظومة كده ان انت تحصل على اربعين الف دولار في سنة مش هتسمع له طب يا سيد الفاضل اعمل خمس حسابات وستحصل على متين الف دولار علي يوسف نفسه مش هيعملها شفت بقى علي يوسف نفسه مش هيعمل ليه علي يوسف ممكن يدخل اه هو بيكلمك اه هتدخل اه باتنين اه دولار وتلاتة دولار هو ممكن يدخل باربعين دولار في الصفقة تلاتين دولار بعشرين دولار ليه هو محتاج المال فاهم الموضوع ده هو محتاج المال هو عاوز يعمل اربعين الف دولار في شهر هو ليه ينتظر اتناشر شهر بص انت كده كده هتنتظر انت كده هتنتظر تنتظر بقى وانت رابح ولا تنتظر وانت خسران تنتظر وانت رابح فيه حاجة مهمة فيه طريقين اما انك تعمل حسابات كتيرة وتخسر حسابات وتكسب حسابات واما انك تعمل حسابات كتيرة وتكسب حسابات يعني اغلب الحسابات تكسبها بس بالمنظومة ديت فهمت الموضوع يعني فيه واحد مثلا يقولك ايه انا يا سيدي راضي ده انا اعمل خمس حسابات وكل حساب يكسب اربعين الف فيه السنة يبقى انا ادي اربعين الف ايه تمام فيه اربعين الف يبقى انا كسبت كده متين الف دولار فيه عام كامل تمام الغالبية الاسف همتعملش الكلام ده تمام احنا اغلبنا بنعمل ايه يقولك لا انا ممكن ادخل خمس حسابات اه لكن مثلا اه ثلاثة اه يربحوا مثلا اه في الشهر اه الفين وثلاثة واربعة ومش عارف ايه والكلام ده المهم اللي انت هتجمع منهم اه يعني مثلا قول قول خمس تلاف تمام ثلاثة في خمس تلاف فانت جمعت منهم خمستاشر الف انا بقولك على الحاجة اللي بتحصل وفيه اتنين خسره تمام؟ فدي المنظومة اللي هي الخمسة دي اللي بتحصل دي الواقعية اللي بتحبش الواقعية يعني المنطقية الواقعية اللي بيعملها المتاجر تمام؟ ومنهم انا انا شخصية يعني يتعامل خمس حسابات تلاتة مثلا يكسبوا واتنين يخسروا المعدل مثلا ممكن يبقى خمس تلافك متوسط يبقى خمستاشر الف ويخسرت ايه حسابين تمام الطريقة دي اتضح ان هي على المدى الطويل طريقة خاسرة ليه لان انت بتضيع وقتك انت جعلت حسابات فندد اخدت معاك مدة زمنية وبعد كده اخدت منهم خمستاشر الف وهتبدأ تشتري خمس حسابات اخرى وياخدوا معاك زمن على ما يبقوا فندد علشان تحصل منهم على خمستاشر الف فتجد نفسك ان انت لم تفعل شاير ما عملتش حاجة تمام الطريقة دي احسن طريقة دي افضل غير ان الطريقة دي ممكن توصلك لأكتر من اربعين الف وبالتالي هتوصل لأكتر من متين الف دلار فهم انا بعرفك الطرق ديت في السنة رغم اللي انت ديت هتشوفها بتكسب اكتر من دي يعني دي بتكسب اكتر من دي بس ايه في الشهر في الشهرين في التلاتة هتلاقي دي بتكسب طريقة ديت بس خلال السنة هتلاقي نفسك سحبت تلاتين الف دلار اربعين الف دلار تمام في حين ان الطريقة ديت هتخليك ببساطة شديدة تسحب متين الف دلار تمام فانا بقول لك الطرق اللي عن تجربة احنا جربنا الطرق ديت والطرق ديت وكمان الطريقة ديت مش هتوقعك في مشاكل مع شركات التمويل الطريقة دي هتوقعك في مشاكل مع شركات التمويل تمام فهو ده اللي انا بقول لك عليه لو دخلت حساب المية وعملت حساب اللي هو باتنين دولار دي ممتازة جدا بربعة دولار ما فيهاش اي مشكلة واتوقل على اللاب طبعا الشركات اللي احنا شرحناها حتى الان فاندنج بيبسو مايفاندد اف اكس وافتي بلاس وافتي ام او شركات جمعوها شركات اكثر من رائعة وجيدة للغاية تقدر تشتغل معاهم وانا قلتلك الصغارات اللي فيهم والقواعد الخاصة بيهم تمام فان شاء الله خير وشكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا